مستمرين معكم في هذا الصباح ونرحب بكم بيداني فقراتنا من الله يصبحكم بالخير تتعرض العملية التعليمية تحديداً المناهج التعليمية إلى التحريض خاصة بعد تصريحات مراقبة الدولة الأميركي لويس دودارون الذي أعلن نية فحص إمكانية وجود تحريض في المناهج الفلسطينية وأكيد آمن للحديث عن كيفية التصدي لهذا الموضوع بس يدنا أن نستضيف معنا صادق الأستاذ صادق الخضور الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم يسعد صباحك يسعد صباحك والله يصبحكم بالخير كما هو البرنامج الله يصبحك بالخير التأكيد إذن نبدأ معك أستاذ صادق تعليقكم على تعليقات أو تصريحات عفواً مراقبة الدولة الأميركي لويس الذي أعلن نية عن فحص إمكانية وجود تحريض في المناهج الفلسطينية يعني تعليقنا أنه هذا أول شيء محاول ليس جديدة التوقيت ليس مستغرب بعد إعلان ترامب وبعد الموقف من المساعدات المقدمة لوكالة الغوث وأيضا هو تدخل سافر على اعتبار أن المناهج هي شأن وطني خالص والدول العادة يعني هل تقبل أمريكا أن تدخل أحد في مناهجها مثلا هل تقبل أمريكا أن يتم بالتوازن مع المطالبة بتقييم المنهج الفلسطيني يعني اللي بيحاولوا يوسموه بأنه منهج تحريضي أيضا أن يطال ذلك المنهج الإسرائيلي هذه التساؤلات نحن نرد على هذه المحاولة بمزيد من التشبث من منهجنا مزيد من الاعتزاز هذا المنهج هو وطني المرجعيات يعني إنساني الملامح ويعني عالمي المحاور عندما والمعايير يعني كما توصاغ المناهج في كل دول العالم صغنا مناهجنا وكنا أوفياء لتاريخنا الوطني والقيم والموروث وهذا يثير حفظة أمريكا وحفظة الاحتلال أستاذة هاي الحملة هي استمرار الحملة الإسرائيلية اللي بتهدف الهادف النايل من النظام التربوي المنتمي لوطنه فلو تحدثنا شوية عن هذا الدول نعم هي الحملة طبعا الحملة الإسرائيلية الكل يعلم أنه موضوع استهداف المناهج ليس موضوعا جديدا يعني عبر شاشتكم تحدثنا سابقا عما يعتر المنهج الفلسطيني في القدس تحديدا من محاولات التشويه وتقديم منهج مشوه سيادة مفتي القدس والديارة الفلسطينية أصدر فتوى قبل فترة حرم فيها التعاطي مع هذا المنهج المشوه كان هناك وقف مشهود لها لأولياء الأمور في القدس والمديرين المدارس والمعلمين والطلبة بالإبقاء على المنهج الفلسطيني إسرائيل حاولت أيضا تعطيل وصول حتى الكتب وهذا دفعنا لي أن نطبع الكتب داخل مطابع موجودة داخل مدينة القدس وبالتالي نتحدث عن محاولات لم تنقطع بالتوازن مع منع الطلبة بالمناسبة نحن الدولة الوحيدة في العالم في القدس تحديدا تفرض أوامر بالحبس المنزل على الطلاب ويمنعوا من الذهاب لمدارسهم فالحبس في كل العالم هو الحبس والسجن لكن لدينا حبس وحبس داخل المنزل اللي مفترض يكون مصدر الأمان وبالتالي أيضا التضييق على المعلمين تضييق الخناق منع المعلمين الوصول لمدارسهم هذه الانتهاكات لكن المنهاج ظل دوما هو الأكثر عرضة لهذه المحاولات كان هناك أكثر من محاولة وزارة التربية والتعليم قالت نحن على استعداد الفلسطيني نحن على استعداد لإخضاع منهاجنا للتقييم شريطة أنه يتم إخضاع المنهاج الاسرائيلي تحديدا من منهاج المدارس الدينية وعلى أن يتم التقييم من جهة موضوعية وعلمية ومهنية ومحايدة وهذه الأربعة لا تتوافر في الجانب الأمريكي الذي يبادر للطلب الأخير أستاذ صادق لابد أن نتحدث على المناهج الفلسطيني كيف تقوم بتعزيز روح الانتماء والهوية الفلسطينية لدى الطلال الفلسطينيين يعني هي تركز أولا مرجعيات هي مرجعيات وطنية إذا تحدثنا عن القانون الأساسي أو وثيقة إعلان الاستقلال فهي مرجعيات يعني وطنية بامتياز تتكي على الموروث الديني وهذا طبعا الكتب السماوية مرجعياتها حظيت بإشادة من رجال الدين المسلمين والمسيحيين في أكثر من ورشة عمل هي تتكي على الموروث الوطني والتاريخي وأيضا على الحقائق الجغرافية وبالتالي لا نستطيع أن نقدم لطالبنا عكس ما يعني ينطق به التاريخ من حقائق ففلسطين يعني سواء في الخرايط أو في المعلومات التاريخية أحيانا تثير حفظة أمريكا وإسرائيل بعض القصائد مثلا من أدب السجون وهذا أدب عالمي لماذا يكون عندما يتم الحديث عن أدب السجون في روسيا أو في دولة أخرى من دول العالم يكون يتم التعاطي مع هذا الموضوع من معطاء أدبي ولدينا يتم تجيره لمنطلقات سياسية عندما يتم الحديث عن الشهداء هذا جزء من واقع حيال الأطفال وبالتالي عندما يتم الحديث عن قدس كل هذه المضامين هي تشكل الأطر التي تحكم منهجنا ونحن نعتز بذلك ويعني أحد الردود يعني كما أسلفت أنت في مستهل هذه المقابلة ستكون مزيد من الالتفاف حول هذا المنهج مزيد من الاعتزاز بالأمس شعرنا أنه لسنا واحدنا يعني كان فيه بيان من الوزارة قبل يومين بالأمس بادرت بعض الجهات وأصدرت بيانات الفلسطينية ونحن نعتز بذلك ونعتبر هذا إسناد لنا في هذا التوقيت لو تخبرنا شوي كيف تعمل دولة الاحتلال على التحريض على المناهج الفلسطينية هي يعني أولا تصدر تقارير باستمرار تراسل الدول الأجنبية تحاول التعطيل علينا يعني تغذي بعض المواقع الإعلامية التي تتحدث عن وجود تقارير وبالتالي يتم اجتزاء بعض النصوص وأخذها في سياقر مكتمل وإظهارها لكأن هذه النصوص تحردية أحيانا يتوقفوا عند الصور يتم إبرازها تدولها في الإعلام العبري أيضا وبالتالي بدرنا لعقد ورشة عمل في الوزارة قبل شهور شارك فيها أعضاء كنيست عرب ومن الكنيست حتى الإسرائيلي وكانوا معنا وأصدرنا ورقة موقف وهذه كانت يعني ثم حاولنا أن نعقد ورشة في القدس الشريف لكن الاحتلال عاق تلك الورشة وبالتالي هم بيشتغلوا على موضوع تجفيف الداعمين منابع الدعم للقطاع التعليمي في فلسطين حتى يحجبوا ليس فقط يعني المنهاج الفلسطيني لكن حتى يحجبوا الإنجازات الفلسطينية التي باتت تفرض حضورها في المستويين العربي والدولي وهذا بالتأكيد لا يرقل الاحتلال وهو يريد لطالبنا أن ينشأ دون تعزيز للثقافة الوطنية نحن قلنا بأن المعارف مهمة لدينا الجانب الأكاديم المهم وأيضا الجانب القيم المهم ومن يتابع حتى الأنشطة التي نقوم بها في المدارس الأنشطة اللصفية يدرك أننا نسير وفق منحة مرسوم وطريقة ممنحة وهو يعني أصلا الاحتلال يقول أن المنهج الفلسطينية تقوم بالتحريض بالمقابل المنهج الإسرائيلية تعلم أطفالهم التحريض على الفلسطينيين والعرب بشكل عام ويعلمونهم تاريخ مزور ورواية مزورة فأنا أتحدث عن هذا الموضوع يعني إحنا كان لدينا بعض المتابعات للمنهج الإسرائيلي ومن هنا كانت مطالبتنا بأن يتم إخضاع المنهج الإسرائيلي للتقييم هو حافل هم يقدموا العربي والفلسطيني بصورة نمطية يقدموا على أنه عدواني لا يحب الحياة إنسان إرهابي هذه هي الصور بعض الحقاق التاريخية تقدم مشوهة سواء فيما يختص بأسماء المدن بالحقاق التاريخية حذف نصوص من التاريخ حتى يتم تثبيت الرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية أو بالأصح الرواية الصحيحة لأن الرواية الصحية هي الرواية الفلسطينية وبالتالي هناك عمل ممنهج في المنهج الإسرائيلي وإذا ما تحدثنا بشكل أوسع المنهج لا يتصل على الكتاب المقرر هناك ممارسات أخرى وجميعنا شاهد كيف على اليوتيوب قبل فترة كان هناك مشاهد في مدارس إسرائيلية يتم تنفيذ أنشطة مع الطلبة لتدريبهم على قتل الأطفال الفلسطينيين وهذا اللي يتطلب إقفة هذا اللي يتطلب تحقيق وليس المناهج نحن أطفالنا اللي جسدوا الكثير من المشاهد عبرت عن أنهم أطفال حالمين ومحبول للحياة أطلقوا الحمام وأطلقوا رفعوا أغسان الزيتون نادوا بالحب جميعنا شاهد كيف مليون طالب شاركوا في كرنفال الحرية العام الماضي وقالوا حان الوقت لإنهاء الاحتلال نحن لا نريد لا نتحدث بنافس عدواني لكن نتحدث بنفس حالم مقبل على الحياة مطالب بالحرية وإذا كانت هذه المحاور تعتبر من وجهة نظر الأطراف التي تعادل فلسطين هي تحريض فبالتأكيد لن نتخل عن هذه المحاور ونعتز بها أكيد أستاذ يجب دعم المناهج الفلسطينية وأيضا إفشال المحاولات الجانب الآخر في تمس الثقافة الفلسطينية والتعليمية أيضا لو نتحدث شوي عن أهمية الدعم وعن أهمية التصدي لهذا الموضوع أو كيف يتم التصدي الدعم نحن بداية المناهج الفلسطينية المناسبة اليوم اكتمل إنتاج الجزء الثاني من المناهج الفلسطينية الجديدة للصفو من 5 إلى 11 للفصل الثاني وهذه أول طبعة طبعا هذا مبعث فخر وبالتالي أنتجت بمال فلسطيني حتى نوضح هذا النقطة حتى لا يكون لأي كان حق التدخل في مضامين هذه المناهج معالي وزير التربية والتعليم معالي الدكتور صابري صيدام والحريص على هذا الموضوع بسناد من مؤسستي الحكومة والرئاسي فيه الدعم المعنوي الذي طبعا مطلوب منه في هذه الفترة فيه الدعم بتطبيق هذه المناهج إبراز جوانب الإبداع فيها فكل معلم يستطيع بإبداعه أن يدعم هذا المنهاج وأن يبرز ما فيه من مناحي إنسانية مناحي أكاديمية مناحي تعزز الرياضي الإبداع توطن الإبداع في المنظومة التربوية ثم هناك الإسناد المطلوب من الهيئات والمؤسسات التي نشكرها التي بادرت بالأمس مثلا الموضوع بدأ أول أمس تفاعل بالأمس واليوم ثاني أيام هذا الموضوع تفاعلا شهدنا بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم شهدنا بيان صادر عن الشبيب الفتحوي شهدنا بيان صادر عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطيني وهذا البيان تحديدا كان يعني لنا الكثير لأنه نراهن على المعلم الفلسطيني وعلى مدير المدرسة وهناك مزيد من الفعاليات آخرها يعني تم الترتيب له قبل قليل بمبادرة المجلس أولياء الأمور في مدارس نابلس صباحة يوم الأحد الساعة التاسعة سيكون هناك وقفة في نابلس هذه الوقفات كلها وبالتأكيد نأمل من الكل الفلسطيني موقفكم أنتم أيضا يعني الإعلام المسؤول والهادف يمثل إسناد شكرا لكم على التفاعل مع هذا الموضوع هذا جزء من عدم تركنا وحيدين في الميدان ونحن ندرك تماما أنه معركة المنهاج لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن معركة القدس وبالتالي هذا المنهاج الذي يعزز حضور القدس ليس غريبا أن يكون مستهدفا في دولة أصلا يعني حاولت تغيير مرجعية القدس بالتأكيد والأهم من هيك أستاذ صادق أنه يعني ما يكون فيه مجارة للناس اللي ممكن بتتعاطى مع رواية الإسرائيلية في هذه المنهج واللي ممكن تكون أصلا موّل خارجين أدهش مهم أنه ما يتم أصلا التعامل أو التعاطي مع هذه المنهج أو حتى يعني تداولها نعم 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 كل ما نطالب فيه التعاطي بمسؤولية وبالتالي نعتقد أنه إثارة موضوع مثلا يختص بهذه الصورة أو بهذه الفقرة أو تلك حاليا يعتبر نوع من المشاغلي وشغلنا عن الهم الأصلي اللي هو إبراز ما يحوزه هذا المنهج من قيم إنسانية وقيم وطنية وبالتالي الانتقاد حق مشروع للجميع في حال وجود أي ملاحظات نرحب بها بحيث تكون مكتوبة وعبر القنوات الرسمية لكن الآن نقول يعني إذا تبينت وجهات نظرنا في مرحل ما من المراحل بالتأكيد فالحفاظ على المنهج الوطني هو تاريخ يجمعنا جميعا ومسؤولية مشتركة للجميع بالتأكيد أستاذ رسالة أخيرة بتحب توجيه المجتمع الدولي يعني للمجتمع الدولي نقول نحن ومنهجنا هو منهج يعبر حقيقة عن وفائنا لتراثنا وليقيامنا هل تقبل أي دولة من دول العالم أن يكون منهجها متنصل من تاريخها ومن الوفاء لرموزها الوطنية هذا السؤال الذي نطرح على دول العالم نحن في الوقت الذي نعزز فيه امتمانا ووفائنا لموروثنا التاريخي والديني وموروثنا النضالي في الوقت ذاته نؤكد أنه نحن حالمون بالحياة نتطلع للحياة هذا المنهج يعزز قيم الحب واحترام الآخر والتعددية وغيرها من قيم إنسانية لا توجد فيه كثير من مناهج دول العالم على استعداد من جديد لإخضاع هذا المنهج للتقييم شريطة إخضاع المنهج الإسرائيلي نراحب بأي جهة الإسرائيلي ونذكر أيضا بأنه قبل فترة لاتحاد الأوروبي أجرى دراسي والدراسي كشفت أنا ذاك قبل سنوات على أنه المنهج الفلسطيني خالي من التحريد للتحاد الأوروبي قبل فترة نعم يتحدث عن واقع نعم يتحدث عن واقع وقبل فترة أيضا تواصل معنا للتحاد الأوروبي وحتى قبل هذه الدعوة من أمريكا ورحبنا من جهتنا بأي تقييم موضوعي ومهني للمناهج جميل جدا شكرا لك الأستاذ صادق لخدور الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم لتواجدك معنا شكرا جزيلا شكرا لكم نذهب إلى فاصل قصير ونعود استكمال محطاتنا من داخل الاستوديو يقوم معنا